كاروس كيروش الاسماء احنا يوم الاثنين كنا منتكلم في هذا ملافه بشكل واضح او من يوم الحد لما تكلمنا على الكابتل حسام البدري تاني يوم قلت لحضراركو بعض الملفات وقلت ثلاث ملفات قلت فين جادا ثم حسام حسن ثم ايهاب جلال ايهاب جلال بعض الحاجات اللي حصلت واستبعد حسام حسن كان مطروحا بمنتهى القوة ولكن حصل وانا هقول بعض الحاجات فيه خمس اطراف كانوا شغالين خمس اطراف مش هسمى الخمس اطراف خمسة ولكن منهم الاتحاد المصر لكرة القدم الخمس اطراف دول تم عرض الامر بالنسبة لي حسام وابرهيم الاعتراض جه من اين من عدد من لاعبي المنتخب عدد مش يعني مؤسر جدا في المنتخب اعترضوا على حسام حسن يبقى خلص الاعتراض هنا تم طرح امبارح امبارح كابتن حسن شحاتة وعزو الله حضره كان هناك توافق كبير جدا على كابتن حسن كابتن حسن شحاتة يعني ثم فجأة ما تعرفش حصل ايه ما حدش يعرف حصل ايه يعني ما حدش عنده معلومة ما الذي جرى لماذا استبعدة كابتن حسن شحاتة في الوقت الاخير يعني خلاص انت داخل على العشر امطار في المت متر حرة سرعة بتاخدهم في مش عارف ثلاث سنوه ليه قبل ما توصل لاخر عشر امطار تغير الامر من كابتن حسن شحاتة الى كيروش مين ايه مين اللي عمل مين جاب مين دعم مين قدم الله في ده طرح الاسم ده ولاقى وانا بقول له حكو لاقى استحسانا كبيرا بالنسبة الخمس اطراف اللي شغالين في ملف اختيار الجهاز الفني مع نجوم منتخبنا المؤثرين جدا مش لازم اقول اسماء مش لازم اقول اسماء مؤثرين جدا انه نعم كارلوس كيروش مديرا فنيا للمنتخب ومعاه وانا بالمناسبة يوم لاتنين قلت لحضراتكم لو فيه قلت الكلام ده لاتنين مدير فني اجنبي هيكون الجهاز اللي معاه مصري قلت الكلام ده لاتنين وكنا اول حد يقول الكلام ده بشكل واضح اذا تم اختيار في انجادة او غير في انجادة كمدير فني اجنبي يكون الجهاز اللي معاه مصري وبالفعل الجهاز المعاه جهاز محترم كابتن ضياء السيد كابتن محمد شاو كابتن عصام الحضري وانفردنا هنا مع زميلنا احمد عبد الباسط كان اول من طرحة في هذا البرنامج اسم عصام الحضري هو مدرب حراس المرمة كان في هذا البرنامج ايضا شكل واضح مهم